السلام عليكم اخواتي اخواتيسي مرحبا بكم على قناة الحميدي من خلال هذه الحلقة سنقدم لكم دروس ديال اللغة العربية اللي انتم مقبلين الا لها في الامتحانات الوطنية ديالكم او الا الاستدراكية ثم ايضا سنقدم لكم الفرق بين النص النظري والنص الطبيقي اللي عداد منكم ما كيعرفش كيفش يميز ما بين النص النظري وما بين النص الطبيقي اذا كما كتعرفوا على انه عندكم جوز الانواع ديال النصوص عندكم النصوص النظرية وعندكم النصوص الطبيقية اللي كتكون عليها اربعة عشر نقطة اذا اولا غد نعرف بالنص النظري اذا النص النظري هو عبارة عن مقالة يعني كتكون من مجموعة من الفقارات تتكون من الفقارات وهذه الفقارات تعرفون على مقومات وخصائص تجربة معينة هاتجربة المعينة بامكانها انها تكون يا اما تجربة شعرية في احياء النموذج او لا تجربة شعرية في سؤال الذات او لا تجربة شعرية في تكسير البنية او لا تجربة شعرية في جديد الرؤية تانيا النص النظري الابداعي النص يكون فيه ابداع يعني اما غادي يكون هاد النص هو قصة او لا غادي يكون مصرحية طبعا اذا اما يعني النوع التالت من المناهج النقدية كما كتعرفوا اما غادي يكون منهج الجماعي او لا المنهج البنياوي اذا هدا فيما يخص النص النظري يعني كتعرف ما قلنا سابقا هو نص يتكون مجموعة من الفقارات هاد الفقارات هدي شنو غا يكون فيها كتعرفنا على خصائص ومميزات ديل هاد الاتجاهات سواء شعرية او لا ابداعية او لا نقدية لي سبق وان اشرتوا اليها اما فيما يخص النص التطبيقي هو تطبيق لتلك الخصائص ليش النوع فاش يعني اما غادي تكون لنا في قصيدة شعرية فاش تكون قصيدة شعرية تقليدية في هي النموذج طبعا هاد الاشياء اللي قدمت لكم دبانانية فقط يعني غير الاسماء اللي ممكن انها تطلق على هاد القصيدة التقليدية اما غا تسمى لنا هي النموذج او لا الشعر الكلاسيكي او لا الشعر القديم او لا قصيدة في سؤال دات اللي هي قصيدة رومانسية طبعا كما هاد السؤال دات او لا رومانسية فقط يعني غير الاسماء اللي كتطلق على القصيدة في ديال السؤال دات اما النوع الثالث وهو في قصيدة تكسير البنية او لا القصيدة الجديد الرؤية هذا هو اللي كيتمى لنا الشعر الحر لان عدد منكم كيسولني كيقول لي او لا نص نثري تطبيقي فاش اما غا ديكون في القصة او لا غا ديكون لنا في المصرحية وهذا المصرح هي النص التطبيقي انا استبعده حقيقة لانه يصعب جدا عليكم انكم تحللوا نص تطبيقي في المصرح اذا يستبعد انا كنقول يستبعد تقريبا انه يتحطي لكم في في الامتحانات يعني سواء الوطنية او الا الاستدراكية اما النص التطبيقي اللي بامكانه انه يتعطيكم في المقالة النقدية ايما غا ديكون تطبيقي في المنهج الاجتماعي او لا تطبيقي في المنهج البنية وهذا المنهج الاجتماعي راني حللت معاكم واحد النص في احد الفيديوهات السابقة وراني حطيت لكم الرابط دياله في احد الفيديوهات كما قدت يعني اللي سابقه ما فيها بس ايه لا كنتو طالبين وباغين نحط لكم يعني نحط لكم الرابط في صندوق الوصف وايضا استبعد باش اتعطاكم النص التطبيقي في المنهج الاجتماعي ولمنهج البنية لكن ايه لان اه باش تتحلل النص انت يا من المن من 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 المنهج الجحيم والاجتماعي والأسوس دياله والمرتكزات دياله وأيضا نفس الشيء بالنسبة لمنهج البنيوي إذن هذا فيما يخص درس النصوص أما فيما يخص درس المؤلفات اللي كتكون عليها 6 نقاط فعندنا جوج ديال المؤلفات لهما ظاهرة الشعر الحديث وهي لأحمد المعدوي المجراتي وهذا ظاهرة الشعر الحديث فيها 4 ديال الفصول الفصل الأول كينقسم الجوج ديال الأقسام والفصل الثالث والفصل الثالث والفصل الرابع أما الرواية الأخيرة وهي رواية لصو الكلاب اللي نجيب محفوظ اللي بدورها كتنقسم من الـ 14 فصل إذن أخوتي كنعود نأكد إذا لم تريد تفهموا الشعر فخاصكم تقرأوا ظاهرات الشعر الحديث تقرأوها قراءة جيدة ومضبوطة وتلخصوا الفصل دياله اللي أنها غتساعدكم بزاف في حياء النموذاج وفي سؤال الدات وفي تكسير البنية وفي تجديد الرؤية أما حتى اللي لصو الكلاب فهي قصة أو رواية اللي هي رواية يعني بسيطة للغاية فيكفيكم أنكم تقرأوها يعني كاملة ثم يعني تقرأو الملخص ديالها وإحتي اللي اللي مقرهاش ومقراش يعني الملخصة ديالها فراكين فيلم يعني فيلانترنت يكفيكم أنكم دخلوا وتتفرجوا في الفيلم ديالها وغادي تفهموا يعني الفصل ديالها كاملة آآ إن شاء الله إذن خوتي أضربوا لكم وإذن إلى الحلقة القادمة إن شاء الله شكرا شكرا